اشتركوا في القناة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة في العديد من المجالات في ظل ما يجمع بين البلدين من تفاهم واحترام متبادلة وأعرب سموه عن ارتياحي لما يشده مستوى التعاون الثنائي بين البلدين من نماء وهو ما يجسد الرغبة المشتركة لدى البلدين في الوصول بأطر التعاون إلى المستويات التي تعود بالنفع على البلدين الصديقين ونوها إلى حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية كوريا الصديقة وفتح افاق جديدة للتعاون الذي يخدم المصالح المشتركة وتعزيز سبل الاستفادة بين البلدين في كل ما يسهم في دعم جهود التنمية والتطوير وأشاد بما تشهد جمهورية كوريا من نهضة وتطور في مختلف القطاعات من جانبه أعرب السيد جو ميونغ تشول عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المتواصل لكل ما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص بلاده على تنمية التعاون مع مملكة البحرين وتعزيزه في شتى القطاعات مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور على كافة المستويات